بسم الله. عندنا نتركيب غسالة ما لابس بيكو عشرة كيلة. طبعا زي ما تعودنا اول حاجة بنعملها. نفتح باب الغسالة. نحط الغسيل بس ما نتغطوش. نعمل قبضة يد او شبر بين الغسيل والسقف. يعني بمعنى اصح تلات تربع القلة ما زيتش عنه. ونقفل القلب. نقفل الاتنين بريد بتاح درج المسخوق. اساسي كل مرة. نحط نص كوباية مسخوق في الدرج اللي على الشينادي. ده في حالة البور. في حالة الجيل بنسحب دي نقلبها كده زي ما نشايف. مش عايزينه بنقفعها كده. في الدرج اللي في النط الظاهرة لحاجة السيلة المعطرات. درج الاولان في حالة الناس البريووش. الغسيل شرد بيتساك بحط ربع كوباية اضاف كمان. كل عشر غسلات يستحسن ان اطلع الدرج اضغط على الزرار ده كده. اطلع الدرج اخسله. ونضف من جوة. ورجعه تاني سهيما نقيم. بعد ما حطت غسل وحطت مسفوق ابدأ اصبت مفتاح البرنامج حسب نوع الغسل. يميل او شمال. عندي اول برنامج القطن. القطن الابيض. عندي بعد كده هنا قطن ايكو بيوفر الكهرباء بيوفر مية. درجة حرارته ما بتزيدش عن ستين درجة. زي ما مكتوب على الشاشة عندي. هنا طبعا الاولاني مكتوب لاربعين بس عندي اللي انا ممكن اطلعه لغاية تسعين. اضغط كده اطلعه لغاية تسعين. انما الايكو ما بيطلعش طبعا عندي الكلام ده. بعد كده عندي اللي يفصلنا على الحاجات اللي على بلاستر. طبعا كل برنامج انا بضبطه. بيضبط للحرارة بتاعته. بيضبط لسرعة العصر وبيضبط للطايم بتاعه. هنا عندي برنامج سريع برنامج سريع. برنامج سريع. ده بيقعد تمانية وعشرين دقيقة. دروا حاجات سريعة او حاجة. عندي بعد كده الصوف او الغسيل اليدوي. الصوف او الغسيل يدوي. الحاجة انا باخسرها على ايدي عشان متبهدلش. بعد كده عندي او الدور سبورت ملابس الرياضية او الترينجات اللي هي بتاعت الخروج. عندي بعد كده اود ده بيشتغل عن طريق الواي بشغل عن طريق النيت طبعا ده عن طريق انا هشرح الوقتي ازاي عن طريق الواي في بيشتغل او عن طريق على الموبايل. بعد كده عندي هنا طرد وعصر اي برنامج انا بشغله بيشرف ويترط ويدرد ويعصر. ده ابشل زيادة عاوز اطرد وعصر بس. وهنا عندي عاوز اشطف بس. عندي هنا الجنسات او الحاجات الغامقة لعبات السودة او كده. بعد كده عندي هنا البقعة. الحاجة اللي فيها بقعة ده بيدعك اكتر. ده برنامج بيقعد تلات ساعات. بعد كده عندي هنا ديوبت. ديوبت هنا بيقول للحاف طبعا لحاف ممنوع. لا انا عندي بقى ايه? دفات السر الاخري. ده الدات تقيل بتاعي خالص فيها. ممنوع اللي لحافة البطاطين حتى لو بطنية خفيفة او الكلام ده ممنوع. بعد كده عندت شرطات وامسان بيعتمد على الاساور والليئات. بعد كده تعقيم ملابس البابي. طبعا ده بيعتمد على التشريف الكتير عشان عشان آآ لو عندهم حسية من المسحوق. ده غسيل بالبخار لكبار نفس الكلام. لو عندهم حسية من المسحوق كبار دوت آآ بيشطف كتير. بعد ما حطيت غسيل حطيت المسحوق زبطت البروغرام. المفروض اللي انا هعمله حاطة ضغط على الستارت لغسلها تشتغل. تمام? ضغطت على الستارت خلاص اخدت امر الشغل. طبعا لو محتاج اي اوبشن قبل اي اوبشن بضغط عليه قبل الستارت. طب ايه الاوبشنات? عند اول واحد التنبل لدرجة الحرارة. لو محتاجة غير درجة الحرارة عن طريق الزرار دوت. طبعا ده مية من الحنفية. لازمني هنا مية من الحنفية. مية ساقعة يعني. درجة حطي وصل لتسعين. زي ما قلت في الايكو مسلا هنا. اهو هضغط كده هتلاقي اخرها. اه? ستين. مش هيطلع عن الستين. عند مسلا اربعين هيطلع برضو لغاية الستين. مش هيوصل لقطن كده. هنا الف ومئتين اعلى حاجة فيها الف وستمية. ده هنلاقي مع القطن. من نفسه لو انا حرقت كبت كده على هدوم الخروج هو نزلهم لالف ومئتين. اقدر انزل? اقدر انزل اه لغاية الغى العصر كمان اهو. مفيش عصر خلص كده نسبين. لو انا عاوز الغى العصر. طبعا في حالة الصوف او الكلام ده زي ما هنا عندي مثلا الصوف هو مديني في الصوف ستمية لفة. لو انا عاوز اقلل كمان اخليها يلغى العصر. هيطلع الالف ومتين ده حاجة ترجع لنا. انما هو بيديني ستمية. هنا الفمان. يعني ايه فمان? لو انا عاوز احس المسحوق في الدرج الاول اهو. الدرج الاول لو ضغط كده هيزود لي في الطايم. زي ما نشايف بيزود لي في الوقت. هيسحب مدرج الاولاني ده. شوية المسحوق ربع كوباية اللي انا خاطتها. وهيخسل بها. اللي هو التلت ساعة ونص ساعة لزودها في البرنامج دوت. وبعدين يطردها وبعدين ياخد مدرج التالي اللي هو الاساسي. تمام? عندي انا عاوز ازود شطفة. باضغط كده بيزود لي شطفة. طبعا ده اوشان زيادة. عندي هنا ده تسريع البرنامج. تسريع البرنامج. وقت البرنامج ده ساعتين تلاتة واربعين خليليه الوقت ساعتين ونص زي ما هو الطبيعي بتاعه. ده بتاع القط. طب انا الوقت عاوز اصرعه. اضغط كده. بقى ساعة. تمانية وعشرين ساعة ونص. اضغط كمان ضغطة. بقى ساعة وتمان دقايق. بس انا عنده اوبشانين لانا ازود الوقت. اكتر من كده مفيش. ضغطت كده اللي غاكله وقال لي رجع بقى ساعتين ستة عشرين بتوعك. ده اسمه تأجيل التشغيل. يعني انا ادوس كده. هتشتغل بقى تلات ساعة تربعة ساعة خمس ساعة ساعة ساعة. كل ضغطة بقى بساعة زيادة. دست هتشتغل بعد الوقت اللي انا طلبته. يعني ما حدش بيحب البروغرام دوت. طبعا بعد ما حطت غسيل حطت المسعوب. انزبطت البرنامج. وقترت المفروض هتشتغل على طول. تشتغل 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 تكتب في الاخر كل اللي بعمله برجع الاكرة على الاف. بعد كل غسل لازم ترجع على الاف. لو الفيشة قدامي يستحسن تشتغل. او معمولها زرار في الحيطة. نفصلها بعد كل غسل عشان الكهرباء لو علاها تقوى اي حاجة. عندي هنا الزرار الاخير دوت اللي احنا ما قلناش عليه. اللي هو ده بتاع. طبعا انا كنت دايس عليه يا. علامة البلوتوس دي ما بتبانش. طبعا انا ببقى. بضغط عليه الضغطة طويلة كده بحط صب عليه. كده هم مفاعل. انا كده افصلته. لو انا عاوز افعله يعني هو كان كده في الاول. انا اللي فعلته. اهو. يعني انت هتجيلك مفهاش اهو. كده هفعله. وهبدأ ابحث بالبلوتوس بتاع الموبايل بتاعي عنه. وابدأ اخش واحمل البرنامج على البرنامج اللي انا عاوزه. بالطرقة ديت وهو طبعا مشروحة في الكاتالوج بالنفس الطريقة ديت. تمام? وانا شغلت الغسالة يستحسن بعد كل غسلة. اه ترتاح زي مشتغلت. قاعد برنامج ساعتين منص ترتاح ساعتين منص. برنامج ساعة ترتاح ساعة مشيل ده وقبت ده وقل. شكرا.